السلام عليكم ونحط الله وبركاته. النهاردة اتكلمكم على المسكات. ماليش انا هنالفوشي ده العلامات بتاع اللبس الحاجات الوقاية بتاع الشغل يعني المهم. اه اتكلم عن المسكات عشان الكلام الجدد مؤخرا عشان مسألة المسك القماش الكمامة القماش هل ينفع لبس كمامة قماش ولا لا هتكون فعالة ولا لا. تمام فانا هكلم على انواع الكمامات هي اكتر حاجة يعني ككمات طبية في نوعين النوع ده اسمه ان خمسة وتسعين اه وده اه يعني ده نسبة الحماية بتاعته كويسة يعني اللي هو الشخص اللي لابسه بيحميه من الفيروسات والبكتيريا بنسبة كبيرة تمام ده اسمه انه خمسة وتسعين مشكلته انه بيكتم النفس وبعدين انت لو لبسته وما كتمش نفسك يبقى انت مش لابسه صح فهو بيكتم النفس فمش هينفع تلبس لمدة طويلة احنا بنلبسه مضطرين في الشغل في ظروف معينة لكن ده ما ينفعش تلبسه وتمش بيه في الشارع اصلا نفسك هتقطع يعني يعني يروح ده واقعه تتنفسه بيتقطع يعني وبيدوخ منه فسيبنا من ده ده اللي انصح به ان انت تلبسه في الاستعمال العادي تمام فيه النوع التاني اللي هو النوع ده ده برضو ده سمو ماسك جراحي الكمامة ديت الكمامة دي بفيها نقطة مهمة ما تيجي تلبس هذي متلبسها صح فيه جزء هنا معدن الجزء المعدن ده بيبقى على المناخير عشان تلبسها كده نازل ده كده ولحو جزء المناخير تقفيره كده ثلاث فده الطريقة السليمة انك تلبس الماسك آآ لما تيجي تقلع الماسك ما يفعش تلمسه من الجزء اللي بره ده خالص نهائي تقلعه من بره كده وما تلمسي الجزء اللي بره ده خالص الاختيار التالت اللي هي الكمامة القماش اللي هي اما تشتري كمامة قماش متصنعة او انت اي حاجة في البيت زي وردتكم فيديو قبل كده عن آآ ازاي تعمل انت كمامة في البيت باي قماش عندك يعني. تمام? الماسك الاولاني ان خمسة التسعين اللي وردتها لكم ده قلنا ده في حماية كويسة. بس مش هينفع تلبسها عشان بيكتب نفسك فسيبنا منه خالص. الماسك ده فايديته ايه? هو ده قصة الماسك ده في العملات بيلبسه. طب ليه الدكتور اللي في العملية بيلبسه? لان هو آآ عايز يحمل مريض يعني انت يعني دكتور واقف فتح بطن عيان. آآ وهو بيتكلم او بيتنفس ايطلع من بوقه ميكروبات آآ تنزل بطن عيان طبعا آآ هتدخل عطول على الدم فهتعمله مشاكل. فعشان كده بيلبس ده عشان يحمل عين منه. فالماسك ده الهدف الرئيسي منه ان هو البن قدم اللي لابسه بيلم بقى اي اي رداذ او اي حاجات طلع من بوقه يخليها ما تنتشرش. خلاص? طبعا الماسك ده بفيه طبعات طبعة خارجية دي بتكون آآ مضادة للمية وطبعة آآ داخلية تنتصر لطوبة من النفس. وطبعة فالنص اللي فيها الفلتر بتاعه. خلاص? الماسك القوماش بيعمل ايه? الماسك القوماش هيلم برضو الافرازات او ازراذات اللي طالع منك وانت بتتكلم او انت بتتنفس. فالبناء يساتلنا اصفر. واحدة صفرة واحدة زرعة. المهم. السؤال بقى هل ينفع لبس كمامة قوماش ولا? انا عامل فيديو عشان اجاب السؤال ده. بالنسبة للاستخدام العادي في الشارع يا جماعة انت المطلوب منك انك تلبس حاجة لم من الرداذ اللي من بوقك. لان سواء انت لبست الكمامة القوماش. او لبست الكمامة ديت. دي الحماية بتاعتها اه اللي حواليك مش يعني ليك انت مش كبيرة. يعني اللابس الكمامة دي ما بتحموهش قوي. اللي يحمي ان الجنب ويكون لابسها. عشان كل واحد لابسها بتلم ايه? رداده وبإفرازاته وبنفسه وبحاجاته اللي ما هي ايه? حوالي ما تنتشرش. ده الغرض من الكمامات. فكل واحد بتلبس كمامة بيساعد ان هو يحمل اللي حواليه. بتحميه بنسبة قليلة وبتحمل اللي حواليه بنسبة اكبر. فلو انا لابس كمامة وانت لابس كمامة بقى انت انا حاميتها كنت حاميتني كده. اه لو كل واحد لابس كمامة في الشارع يبقى هو حامى الناس اللي حواليه بان هو ايه بيلم الرداد بتاعه. كل واحد ايه? يلم معيزه. فلاص? فهي دي الفكرة من مسألة الكمامات. فلما تسمع حد بيقول لكلبس كمامة ماشي دي مش حاجة غلط ولا استعباط ولا حاجة. وهي دول كبيرة بتنصح بكده زي ما ورقته قبل كده فيديو. اه في نشرات بتاع امريكا واحد بيشرح ازاي تعمل كمامة من تشيرت قديم عندك في البيت. ازاي تقصه وتعمل له كمامة. فالكمامة ديت اي حاجة تغطي بيها مناخيرك وبقك. تمام? طب بما ان احنا اتكلمنا عن كمامات اه عايز اقول لكم. ما في قصة الكمامة ديت. او يعني معادات الوقاية عموما. اهم حاجة مش ان انت بتلبسها تلبسها صح. وما تيجي تقلعها تلعها صح. يعني ايه? يعني لازم الكمامة ديت تغطي الفم والانف. ما بقاش واحد لبس كمامة وسايد مناخيره بره. او لبس كمامة وما يجي تكلم واحد يروح من الزلها. بعد كده لما تيجي تخلق عن الكمامة بقى زي ما قلت لكم. انا وانا بلبس الكمامة بلبسها اه بالمنزر ده. جلاز? وبعدين الجزء ده فوق المناخير وفيه حتة معدل عشان اعملها كده. ونزل ده من تحت. كده انا ايه? لامم كل اه حاجات يعني. ولحد ما احماية من الحوالي. تمام? لما اجي قلعها ملمسهاش من بره. لان انت وانت بتتنفس وانت بتاخد النفس لو فيه ميكروبات حواليك في الجو بتتفلتر هنا بره. بتفضل على سطح الكمامة من بره. عشان كده بنعتبر ان سطح الكمامة الخارجي ده ملوث. ما يفعش تلمسه نهائي. وما تيجي تقلع الكمامة تقلعها من بره كده. وبعدين تلميها ايه? في الزبالة. لو انت عايز تقعد استخدامها خلاص حطها في الشمس. تاخد لها تلاتة اربع ساعات كده في الشمس. وبعد كده تبقى تستخدمها تاني مش مشكلة. تمام? اه تلمسها من الاسك بس مزبوط. خلاص? فدي كانت معلومة سريعة كده عن موضوع الكمامات. اتمنى تكون مفيدة يعني اطلقتوا هنا بحاجة كويسة. واشوف كده بسرعة على الفيس اوان عايز اتجاوب. ده اواحد بيقول ان فعلا بيكتب نفسك. بص يا جماعة على الماسك ده. لو لبسته ما كده مش نفسك يبقى لبسه غلط. فلاص? فهو جغلته ان يكتب نفسك يعني. فبلاش منه اصلا. مش محتاجينه في الشارع. محتاجينه بس احوال معينة. يعني احنا في المستشفى ساعات نلبس ده وساعات نلبس ده. على حسب المكان اللي احنا فيه وظروف الشغل. طيب شكرا يا جبا عليكم. كل سلامة طيبين ربضان كريم. وعيد مبارك عليكم ان شاء الله. يلا السلام عليكم.